الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صل عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله سائلة تقول حملت قبيل شهر رمضان ومن مضاعفات حملي أنني أصبت بداء السكر وقد وصفت لي الطبيبة المعالجة الحقن بالأنسلين ومثل ما هو متعارف عليه فإن الحقن بالأنسلين يستدعي الإفطار فأفطرت رمضان كله حاليا سؤالي ماذا يترتب علي الصيام أم الفدية علما أنني لازلت أحقن بالأنسلين بأمر من الطبيبة إذا كنت تاكلي باش ديري هذه الحقنة الواجب عليك القضاء يعني على كل نهار تصومي نهار ولكن انت يا ركي تقولي باللي حتى هذا كل نهار لكي حتصوميه ركي تديري حقنة الأنسلين وتاكلي لأنك مريضة بأمر من الطبيبة إذن أنت لا تصومي وإنما تطعمين الفدية على كل نهار توكلي مسكين على كل نهار توكلي مسكين ما دام شهر كله عندك ثلاثين مسكين تطعمينهم تطلوا فطور وتطلوا عشا خلص إذا مسكين واحد فطرته وعشيته ركي نحيته يوم والحمد لله رب العالمين الله فقهنا في دينا إن شاء الله إبراهيم من العاصمة يسأل ويقول اقتنيت سيارة رباعية الدفع منذ سنة تقريبا على ظوء أن أبيعها حاليا مر على الأمر السنة ولم أبيعها ومبلغ السيارة يزيد عن النصاب فهل علي أن أخرج زكاتها لا زكات فيها وإنما نهار تبيحها أنت شريتها بنيت أن تبيعها خلص لو كان شريتها بنيت أن تستعملها أنت لا زكات فيها ولكن هذه ريمال تشري سيارة بيحها زكى لقبض ثمان أو ديني أشفى السيبراهيم أكتب زكى لقبض ثمان أو ديني أما أنت كي تقبض ثمان سيارة هذه أنا نمتل ليس صح أنا نمتل دير 800 مليون هذه محطوطة عندك دار عليها العام ما زال كي تبيحها وتقبض الثمان تخرج عليك اللحظة زكى لقبض ثمان أو ديني فهمت أنت إبراهيم الله يفهمنا أما لك ما شريتاش بنية البيع شريتها باش تملكها فلا زكاة فيها الله يفهمنا السيدة من باتنة تقول وهي ذكرت اسمها ولكن أنا أفضل ألا أذكر اسماء النساء إلا في حالات قصوى السيدة من باتنة تقول سيدي أنا أرمل لرجل خدم الوطن وتوفي إبان العشرية السوداء وتحديدا بتاريخ 6 سبتمبر 2007 بعد انفجار قنبلة على أثر زيارة رئيس الجمهورية إلى ولاية باتنة طارك لي زوجي أربعة من الأيتام وأنا اليوم أناشد مديرية الغابات لولاية باتنة حتى تمكنني وأبنائي من منحة زوجي يعني حسبون الله ونعم الوكيل 2007 ما تراجلها 2007 ما تراجلها طارد قلت عليه قنبلة الله يرحمه يوسع عليه 2008 2009 2010 2011 2012 2013 14 15 16 17 18 20 19 وين أريحين بها وكت هذه مديرية الغابات تعطي حق هذا الرجل كان يخدم عندها تقول هذه المرأة البتنية أم اليتامة تقول وأنا إلى اليوم أناشد مديرية الغابات لولاية باتنة حتى تمكنني حتى تمكنني وأبنائي من منحة زوجي فأنا إمرأ لا عمل لي ولا معيل ومديرية الغابات تتأخر وفي كل مرة تتأخر في كل مرة في صب المنحة التي لا تكفيني لسد الرمق وأنا لعلمكم يا سيدي لست وحدي من أعاني من هذا الغبن حيث أن هناك من زوجات زملاء زوجي المرحوم من هنا أرامل مثلي أرامل مثلي توفي أزواجهن في نفس الحادثة ينتظرنا الفرج اعلم يا سيدي أننا توجهنا إلى كل الجهات وطرقنا كل الأبواب وأملنا كبير فيكم أنا قريت رسالة أنتعك يا أختي لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لا تنمي يعني يقدر يرقد إنسان وكاين ربعا يتام وما يدعو عليه كاين ربعا يتام ما شاءوش أدوات مدرسية كاين ربعا يتام ما صابوش الغذاء وما صابوش العشاء وما صابوش الغطاء كاين ربعا يتام أراهم بردانين ما عندهمش الغاز في البيت يقدر يرقد هذا مدير الغابات حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل هذا هو وضعية المرأة هذه الجمعيات النسوية وسخنا ودنينا بالكلام عن المرأة هاي روحوا الجمعيات في باتنا روحوا ضربوا على هذا النساء راجلها مات في 6 سبتمبر 2007 مديرية الغابات حوسوا قولوا كلمة لعل المنفتاع ومحطوط في كاشقجر وبالك هذا مدير الغابات ما يسمعش قاع في كاشقجر أو محطوط واحد ما يقول لواحد حسبنا الله ونعم الوكيل سائلة من الغرب الجزائر تقول لنا أخ متزوج كان ولعدة سنوات هو من يدير أعمال وممتلكات والدي والحمد لله وبفضل الله أصبح أخي مليارديرا مؤخرا أصيب أخي بالمرض الخبيث وهو في آخر مراحل المرض حيث دخل في الغيبوبة وقد تنامى إلى مسامعنا أن زوجة أخي سامحها الله قامت قبل دخول أخينا في الغيبوبة بكتابة كل ممتلكاته لنا لها ولبناته الأربعة فيما سنحرم نحن خمس بنات وذكر من أصيما الوالدنا أنصحنا يا سيدي إذا صح التعبير فهل هذا الأمر جائز في الدين وما حكم الشرع هذه الكتابة باطلة لا تصح إذا كتب إنسان كتابة في المرض الذي مات فيه أخوكم مازال حي ولكنه دخل في غيبوبة جاه مرض السرطان وانتشر في جسده وعجز الأطباء قبل ما يدخل في غيبوبة خلاص يعني الرجل مشرف على الموت وعلمات الموت ظاهرة وواضحة في جسده مرته مرته رحت له شوية كلام وشوية غزل وشوية تخوف وترهيب وترهيب ما رناش عرفي لأن الإنسان لتم يكون ضعيف حتى عقل ضعيف اكتب هذه كتابة لا تصح وهي باطلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته